ردت اللجنة الأولمبية الجزائرية ممثلة في شخص رئيسها مصطفى براف في بيان تحصلت النهار على نسخة منها على وزير الشباب والرياضار أوف سليم برناوي بخصوص العديد من النقاط أبرزها المنح والتي أكدت اللجنة الأولمبية أنها من أموال اللجنة الأولمبية الخاصة إلى جانب أنها تدخل في إطار تحفيز جهود أي جزائري أو جزائرية يرفع الراية الوطنية عاليا كما أكدت اللجنة الأولمبية في ذاتي البيان في ردها على الوزارة على أن لها الحصرية في تمثيل الجزائر على الصعيد الدولي على العكس ما جاء في كلام الوزير